اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس اطلع على نتائج زيارة الأخيرة للوفد المصري الحكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع السلاثي المصري الإماراتي الأردني الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة السلاثية التي تعتمد على المقاومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول السلاث من العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة كما استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات في مصر وقيم المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية وقد أكد السيد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون السلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتتشين مبادرات الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة التي تمثل تكسيداً واقعياً للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي حيث وجه سيادته بالتنصيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزرات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات سعياً للتكامل الاقتصادي بين الدول السلاسي الأشقاء